اشتركوا في القناة حضرتك معمم لا أنا رجال كاسب بس سمعت كلامك وعلى أهل البيئة سلام الله عليهم ورديت أستفسر استفسر يعني عليهم ما فيش مشكلة تفضل الله يعمركم ايب شكال الله افصل بالموضوع أنا أقول لها الرسول صلى الله عليه وآله هو فسر أن العترة الطاهرة قال هؤلاء عترتي أهل بيتي بحديث الكساء ليش تخبط أهل البيئة كلتهم الحشيرة والأهل والزوجات هو الرسول هو الرسول الأعظم هو الذي فسرنا العترة الطاهرة الحسن والحسين والإمام علي يصطر على السلام طيب ماشي ماشي جميل هل سيدنا جعفر الصادق من أهل البيت من أهل البيت دليلك من العشيرة دليلك دليلك نعم دليلك أنه من أهل البيت من العشيرة أكو واحد يشوف الشمس بعينه ويقول هذا يعني هو عشان من العشيرة طيب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال على المنبر ما بال أقوام بلغني أذاهم في أهل بيتي ويقصد بها سيدة عائشة تبقى من أهل بيت أهل أهل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام بلغني أذاهم في أهل بيتي ويقصد بها عائشة تبقى السيدة عائشة من أهل بيت عائشة من أهل البيت من تهين من عدها ما دام على ذمة رسول الله في حصمة رسول الله فهي من أهل بيته نحن كل الكلام في العترة طاهرة ما عليش واحدة من اللي طهروا واحدة شوية 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 من الذي طهرهم من الذي طهرهم الله سبحانه وتعالى متى طهرهم متى عند الشيعة متى من الخلق الأول يبقى إذن الآية لغوا ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لغوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب 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 نعم كيف يقول فأذهب وهو يعلم أساسا وهو يعلم أنه أساسا منذ الولادة الله عز وجل أذهب عنه مركس طهر تطير ما قال القرآن محمد رسول الله طب محمد رسول الله مالها قبل هذه الآية ألم يكن رسول الله قبل هذه الآية الله عز وجل قال محمد رسول الله كمل الآية ها كمل الآية عشان نعرف لماذا قال محمد رسول الله والذين معه يبقى إذن اسمعني بس اسمعني سواء انت واعتف امطب كبير واعتف امطب كبير الله عز وجل يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل محمد رسول الله والذين معه أي إذن الله عز وجل عندما قال محمد رسول الله حتى يتكلم عن الذين معه دي نقطة النقطة yang después النقطة الثانية اسمعني بس في فرق بان ان الله عز وجل يقول محمد رسول الله او ان يقول الله عز وجل عصمك يا محمد اشو يا أخوالي صح والم صح دي نقطة الاولى النقطة الثانية اسمعني بس اكمل كلاميht اكمل كلاميه من الصباح اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنه ومريكس وطاهرهم تطهيرة لو سبحت اشرح لي الجملة دي لغة لغة باللغة العربية بتاعتنا قالي اشرح عن رسول الله هو الذي يبين هذا الكلام اشرحها لي لغة اشرحها لي لغة العربي فهموها اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم ومريكس واضح واضح الكلام واضح كلامك واضح بس انا اقول رسول الله هو الذي بيّن لنا من هم العترة يا باش انا مش دلوقتي في بيّن العترة انت بتكلم عن التطهير وسألتك عن كلمة فأذهب هترجع لي تاني عن التطهير الان نحن نريد ان نعلم لغة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هؤلاء اهل بيتي فأذهب عنهم ومريكس وطهر تطيره واضح الساد وليد بس هو هذا الحقيقة وهذا الكلام يا باش هي حقيقة بلاوي الدراع يعني هي حقيقة بلاوي الدراع حقيقة بلاوي الدراع حقيقة بلاوي الدراع لو صبحت انا طلبت منك طلب لو صبحت انا طلبت منك طلب فما تنهزم وتمشي ما تنهزم وتمشي قبل ان تجيب الناس سنة وشيعة يريدون ان يسمعوا شرح اللهم هؤلاء اهل بيتي فأذهب عنهم ومريكس ما معناها يعني الرسول يقول كلام وانت تقول كلام ثاني يا سيدي انا ما سألك انا ما قلت كلام ايه انا بقول لك اشرح حالي اشرح حالي بالمنهج الشيعي تقول يعني بالحاضر يعني تقول بالحاضر يا استاذ انا ما قلت حاضر ولا ماضي ولا اي حاج انا عايز لغة اشرح لي اللهم هؤلاء اهل بيتي فأذهب عنهم ومريكس وطهرهم تطيرا ما معناها يا وليد هذا معنى كلامك يا سيدي ما لكش دعو بكلامي انا افسح يا استاذ انا افسحت لك انا افسحت لك المجال يا استاذ انا افسحت لك يا استاذ انا افسحت لك المجال افسحت لك المجال لتشرح للناس ما معنى اللهم هؤلاء اهل بيتي فأذهب عنهم ومريكس وطهرهم تطير اشرح حتفضل لا اقدر اشرح انت كلام رسول الله رسول الله شكرا لك يا سيدي المعمم شكرا لك يا سيدي المعمم المعمم هرب انهزم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة